أكد سعادة وزير العمل وتنمية الاجتماعية سيد جميل بن محمد علي حميدان أن برامج وأنشطة أندية الأطفال والناشئة تابعة للوزارة تعمل بشكل مستمر على تعزيز الهوية الوطنية وتوفير البيئة الملائمة لنمو شخصية الأطفال والناشئة كما وتسعى إلى صقل مواهبهم الأدبية والفنية والعلمية وتدريبهم وإشغال وقت فراغهم خلال فترات الإجازة الرسمية وذلك للمساهمة في تنشئة أجيال المستقبل بما يسهم في خدمة المجتمع وتنميته رأية واضحة للنهوض بجيل مهني ومحترف ذو كفاءة عالية هذا منتهجته وزارة العمل وتنمية الاجتماعية وما هذه الزيارة لسعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية السيد جميل بن محمد علي حمدان إلا دليلا على حرصه واهتمامه بالناشئة وتوفير البرامج المناسبة لهم خصوصا خلال فترة الإجازة الصيفية اليوم اطلعنا على مجموعة من الفعاليات بالأخوة من الفعاليات في مدينة حمد وشفنا شلون الطلاب يقضون أوقاتهم بشكل مفيد ويكتسبون الكثير من المهارات والكثير من تنمية الهوايات وقضى فترة العطلة الصيفية بشكل مفيد ومنتج اكتشافنا أننا عندهم مواهب كبيرة المواهب هذه تطور إذا تعززت دعم من المزارة من المركز نفسه رح يكون هناك كثير من المبدعين في البحرين نعتقد أن اليوم نحن في أمس الحاجة لهذه المبدعين اللي ما أعتقد أحد يختلف على أن وجودهم في البحرين موجودين ولكن يحتاجون مزيد من الدعم اللي يبرز هذه الدور ناد الأطفال والناشئة في مركز مدينة حمد الاجتماعي شهد خلال الأيام القليلة الماضية انطلاقة حزمة من الأنشطة والبرامج الصيفية فيه كما كان الحال في عشرات المراكز والأندية المنتشرة في أرجاء المملكة والتي احتوت على أكثر من عشرين برنامجاً متنوعاً موجهاً لفئة الأطفال والناشئة لقت تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين للفئة العمرية من سبع سنوات إلى ثمانية عشر سنة من الجنسين تحت إشراف نخبة مميزة من المختصين المتطوعين في كافة المجالات طبعاً فترة الصيف نحن عارف فترة بالذات هالسنة مر علينا شهرين يعني مدة طويلة فالأطفال بدل ما يقضون وقتهم كله في النوم أو في الأشياء اللي بره فتكون هنا داخل أماكن نحن مفتوحة أندية خاصة للأطفال والناشئة في المراكز الاجتماعية موزعة لجميع المحافظات تقدم برامج تدريبية وتنموية وتنمي مهارات وقدرات الأطفال في مختلف المجالات اللي عندنا الفنية والرياضية والثقافية والعلمية في شتى المجالات حتى ممكن الطفل يكتشف نفسه يكون عنده قدرة أو تنميه في مهارة معينة بس ما يدري أنه عنده ترى مهارة ثانية فيكتشفها من خلال اندماجه أو دخوله الأندية هذي استفدت أن نحن يعني كلهم نلعب تاكواندو استفدنا وائد أشياء يعني هنا عشان نلعب تاكواندو نتعلم حاسوب نتعلم أعمال يدوية نسوي أشياء نسوي الدماء نسوي أشياء يعني نتعلم صدات بليد بالأعمال تاكواندو ندفع النفس نحن هنا المركز نستفيد منه وفي نفس الوقت نستمتع فيه والحاسوب تعلمنا وائد أشياء يعني عشان أن نسيف المعلومات في الكمبيوتر فيه أشياء وائدة تسيف هالمعلومات في نفس الكمبيوتر علمونا الهجوم الدفاع الدفاع عن الناس كيف تشوت كيف تعطي بوبس علمونا عن الحركة الأولى اللي نسويها مثلا واحد يعبي شوتنا حركات ناس نسوي هذه الأنشطة والفعاليات التي تقيمها المراكز على مستوى المملكة شارك فيها أكثر من ألفي مشارك ومشاركة إيمانا من أولياء الأمور والمجتمع بضرورة تلبية اهتمامات المشاركين ودعم الحاجات الجسدية والنفسية والبيئية والاجتماعية لهم في مجالات الحاسب الألي والاستكشاف العلمي والابتكار ومهارات التنمية البشرية والمهارات الاجتماعية لبناء الشخصية والحس القيادي والتوجيه المهني يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين